فاير بلاي رجعنا من جديد في فاير بلاي آخر جزء من حصتنا اليوم كنا سمعنا منذ أيام تعالى النادي حاملان في تعاقده مع اللاعب فاهم المعواني قادم الأولمبي البيجي لكن بعض أيام من الإعلان التعاقد تم الإعلان على إخبار إلغاء الصفقة بسبب رفض اللاعب إجراء الفحص الطبي. حابنا نعرفوا ما هي الحقيقة الكاملة في الموضوع؟ هل تصلنا باللاعب فاهم المعواني موجود معنا بالتالي فون فاهم يا لبيك؟ أنا بيك سليم ومستمع إكسبرس أفهم. ما حولك أخي؟ ما الأمور؟ الحمد لله سوف ما عامل أنت يا أخي؟ الحمد لله كما كنت نحكي سمعنا أعلان تعاقدك مع ندي حاملان في لكن بعض أيام سمعنا بإلغاء الصفقة بعد ما رفضت حسب ما جاء في نصر بلاغ ندي حاملان في أنك رفضت القيام بالفحص الطبي أريد أن أخذوا ما لديك الحقيقة الكاملة في الموضوع ما هي الحكاية بالضبط؟ الحقيقة أن تصلوا بأي مسؤولين حاملان في فمشيت قاعدت معنا مسؤولين على الرسم عدد عدية كنت فرحان برشة باللوف اللي جاني والمسؤولين زادة قاعدنا تفاعلنا بشانصحوا عام مع حماملين فرجعت لي بشانصحها أخي قالوا لي المسؤولين ربط خط إعارة من فريق كبير أربع على تمحنا بش يخليه يعني أربع خمسة تحوع فاهمي فاهمي سمحني إذا كانت تحاول تنقل نقل ببراسل انت فيه خاطر يزور قاعد يقص برامور شوتك من قطع أعم لا بازال يقص لا عارش قاعد براسل انت فيه شر يزور برامور انت السوت قاعد يوصل مقطع با با تحاول تكلم نشوف كيف نعم با 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 اهلا باك فليا ماهلا خود خمسة دا خمسة با اخوة كمال الى الحكاية اثنية بضبط قط لك تاسلوا با بامتاح عمام لونف مشيت قاعدت مع المسؤولين على رسل بعض المشهورين كنت انا فرحان برشة بالله في الي جانب اي شووري حبيلع في جامعي تديرها كمحنا لونف قط لك عاد فاهمنا حكينا في كل شي على اساس الصح وعام قالوا المسؤولين ما نجمو الصح وعام منجم الصح وكام يقول يفهمي فهمي انت اوين خوية اوقعت كدر الصوت موش واضح بالكل القاعد يتقطع الماشر كان قاعد فا الدار هتحاول اخرج البره بغيه شوف بلصة فيها ريزوه وحاصيله خاطر السوت هكا موش نجمون اسمه احد شيء هكا قاعدين معاك نحاول نشوفه بلصة خير شوية هكا سليم سيبوه هكا هكا خمسة على خمسة اخوي هاي بي بفضل اي نكون عاوده عاود قدتلك تسلو بي مسؤولين حمام نمف على رسم ساعات داعديه قاعدنا كنت فرحان برش انا بالنوف اللي جاني هم والمسؤولين بتاحها مهم دون زيبة فهنا بش نصاح وعام رجعت ليهم بالغضو بش نصاح قالوا لي مسؤولين رم نجموه صح وعام نجموه صح وكان عامين خادش يجيبوا اعارة من جماعيت اخرى بش خليه بلايس خاطف القانون يسمحوا كان الخمسة بش صح وعام برك فهنا لقينا حال ان العام الثاني يكون اختياري مني انا يعني صح وعامين العام الثاني اختياري كاننا نحب نكمل ولا لي رجعت لي بالغضو كذاك صح يعني صح هالعقدة متاعي يعني العام والعام الثاني اختياري نلقى المسؤولين طلقوا لي حكاية اخرى انو نصاح وعامين وكي نحب نخرج نحط قلوز يعني نحط قلوز فيه مبلغ نوعان كي نجيب ونخرج ليبر على رح لحقيقة مسؤولين خاطر ماريت شو وضوح حتى فهمنا اذا انا الخامس روصلين يعني نمشي ونجي خمسين على اسف صحح بش نصحكوا لي انتطلح حكاية انتطال оказ riski واشنين حكاية الفحص التبي خمسين بس يعني انتطال اشتريت من اشتياري النشايا في تونسي او الفحس الكنطر Mall يحتفظ فيها فحص ثبي بعدما لا تعش نعني ل Sacramento لم تعمل هطبة متوجود cardboard التونسي يارح ليس اكترك فحص تبي ذلك حفظ تبي给òn الحياتك يعني انتطال اوwo عقد محترف سعمل فحص طبي. ما تعملش فحص طبي. طعم فحص طبي يعني منعرش كيتبدأ شيك في جوير مضروب ولا حاجة. اما ما فهميش فحص طبي. وكي يبدأ مضروب الملاعبي ولا حاجة? كي يبدأ مضروب ايه خلح حمام نمث يعني انا بسطاح اللي ينضغوط بشد انترين على روحي. مش بدناش جملة على الفحص طبي. يعني انا كمش انصح بالنهار الاربعنا لخميش نبدأ انترينه مع الولاد يعني. بي هو مقالول لك عمل الفحص طبي ولا? ما اجبدناش جملة على الفحص طبي وما قالوش. مم. ما اجبدناش جمعة ما قال لي وما اخذيت سرون ديفو مع حتى معناه لهم اقلو لك لانت رفضت من اساسه معناه? لا تخلي لاش بدلي حد على الفحص طبي ولانا رفضته لبتصلوا بي يعني تصلوا بي على الاساس بش نصحوا الكنترينة مع الولاد. مم. ايه في اعتقادك عليش من تم جبد الموضوع جبد الموضوع ذايا معناه? انا ما عاريش يمكن انتشي هم عنده مشاكل يعني يراو انه هبطت التصوير او اللاعب ممضاش العقد يعني صارت لهم كنا عاريش تشكالية يا سي. وهم يراوها يعني صار بروبليام. مرمال مو. المتاعب التصويره كما جوهوري صحة العقد انتها. مم. كمشي كبري ورواهم باطلوا لحكاية هذي. هو الموسم الماضي صارت لك السامدة مع الولامب البيج يغب شوية عما يدي البيس هم. ليه حمدول البيس جاعة كورت دي جالة راح نخر الكل. مم. نتراح نتعل حد ورد وحد وطراح نكتو الكل وكل ما تشوية الاخرة في شونطولة وكما نتلكو. مم. كورت وليبيس قعد نترينة وخضر فيه روح الموسم جديد وليبيس حمدول الله. مم. با اكيد فما دي كنتاك التواوي مش تقول الوجه ان شاء الله. والله فما كنتاك بعض حما يمنون فما دي كنتاك فالموني برشة سامعيات. ان شاء الله من هنا الوطل اتبوع. ان شاء الله من مع واحدة منهم. ان شاء الله. اي وين الاقرب ان شاء الله. فالله يا اسلام ما زلت. في تونس البرأت قاربنا شوية على قل. لا لا الحقيقة في البرأة لا. ما مش خير اني نكمل نعمل عام بيها في تونس. ان شاء الله عام جيه وحدي خامة ما يخرج البرأة. اي برشة خاطر وجهة سعودية توليت مغرية اللاعب في تونس. انت الامت خامة ما مجانيش العارف المونيس. ما نحبش نمشي بعارفة كاكة مبارا واحدة. اذا نمشي حاجة بيها او لا نقاط في تونس كهو. اخويا بالتوفيق ان شاء الله عاتك صحة فهمي. ما ربي فرد لك اسلام عايش خويا عايش. كان هذا لاعب الاولمبي بيجي سابقا نفهمي مع ويني كان احدا حكاية. على الحقيقة رفض الفحص التبي مع هذه حملاف. ان هذه حملاف كان هربط تصويرها حط على صفحة رسمية على انتداب اللاعب. بعدها هربط باللغة كتفين اللاعب الفرد بالقيام بالفحص التبي فهمي كمفة هذا جملة وتفصيل واكد ان الموضوع ما عنده حتى علاقة بالفحص التبي بل بمدة العقد. هكذا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا لكم تابعتوني المطلع حتى الخمسة في ساعاتنا الاولة كان ضيفنا المدرب المساعد في ترجع عثمان النجار. ثم كان معنا مرتضبا والناس من تركيا. كان حكي على تعاقد مع ندي قاسم بيش على تركيا. وكانت معنا ايضا سلمة لموليدة رئيسة الجامعة التونسية للتينيس. حكينا معنا التألق انس جيب رديوم اللي فاتك اللي حاب يسمعوا فاتوه الحوارات انتاع اليوم. ان الجم يرجع للصفحة رسمية امتعن اكسبرس افام والا الصفحة الخاصة برياضة اكسبرس اسبور يلقى لحوارات الكل. شكرا علي باشا في الاخراج ايضا تقوى لمديني في الاخراج. الرقمي اجمل تحيات اسلام المتقر.